اختتم مجلس إدارة البنك المركزي اليمني اجتماعاته الدورة الخامسة للعمل جاري برئاسة محافظة البنك أحمد غالب وناقش المجلس عدد من الموضوعات المتعلقة بالتطورات المالية والاقتصادية على صعيد المالية العامة وميزان المدفوعات وموقف الاحتياطات الخارجية والتطورات في سوق سعر الصرف مستعرضا تقارير للجنة المراجعة التابعة لمجلس الإدارة حول تحليل العروض المقدمة من شركة المراجعة الدولية المقدمة لمراجعة ميزانيات البنك للأعوام المالية 2021 و2022 و2023 كما استعرض المجلس بعض التعديلات الهيكلية لبعض القطاعات التي تم اقتراحها بواسطة قبراء عالميين في إطار المساعدة الفنية المقدمة للبنك من الدول والمنظمات الصديقة هذا وتطرق المجلس أيضا إلى جملة من التقارير من القطاعات المختلفة حول التصعيد المستمر للماليشة الحوتية واستمرار استهداف القطاع المصرفي والعملة الوطنية ومدخرات المواطنين وتعطيلها للمواردة الاقتصادية العامة للتزيد من معاناة المواطنين في كل المحافظات